نجمة إبراهيم سيدة الرعب في السينما المصرية وقت ما تشوفها على الشاشة تقول شيطان في صورة إنسان بدأت حياتها مغنية وانتهت بأشهر سفاحة في السينما وثابت ديانتها اليهودية وعبد الناصر رجع لها نظرها يطرى إحكاية ملكة الرعب الفنانة نجمة إبراهيم اتولدت الفنانة نجمة إبراهيم سنة 1914 لكن اللي ما تعرفوش عزيزي المشاهد إن الست دي أبداعت في دور الشر رغم ما لمحها الهدية وإن أصلها اليهودي واسمها الحقيقي بوليام أوديون لكن سنة 1932 اتقالت رويات إنها أشهرت إسلامها ففي وثيقة ندرة بتوسق طلب نجمة إبراهيم إنها تدخل الإسلام وبتقول فيه فحضوري أنا وكيل شياخة الأزهر والواضح ختمي وتوقيعي وبحضور الشهود اللي حطين أختمهم وتوقيعهم قامت السيدة بوليني أوديون بنتق الشهدتين وإشهر إسلامها واختيار اسم جديد لها وهو نجمة داود إبراهيم وطلبت توثيقه ويحق لها التوقيع بيه وفعلا قدمنا الطلب إلى السيد شيخ الأزهر وحدد لها أربعين يوم للمراجعة والتأكد قبل إصدار لها الشهادة ويتم إصدار لها التوقيع وصحته من قبل المحكمة واختار الحخامية باللي عملته نجمة إبراهيم وفعلا دخلت الإسلام لدرجة أنها حولت بيتها لمكتب تحفيز قرآن ودرست في مدرسة الليسي في القاهرة وعلشان كده تلاقيها متقنة لخمس لغات نجمة إبراهيم ما كانتش مكملة درستها دماغها ما كانتش في التعليم فضلت أنها تدخل عالم الفن أحسن بس قبل ما تدق باب الفن مرت على الصحافة واشتغلت في مجلة الطائف المصورة لكن أختها سابرينا إبراهيم اللي كانت من أشهر ممثلات المسرح في الوقت دا قالت لها يا نجمة أنت فعلا موهوبة إيه اللي حيجرى لما تجربي حظك في الفن محدش يقدر ينكر أن نجمة خافت في الأول تاخد القرار دا لكنها قالت في نفسها أمال يا ستي أنت عندك موهبة الغنى ابدأ ايه بالنقطة دي مش جايز الحظ يضرب معاك وتتشهري وفعلا سنة 1929 انضمت نجمة إبراهيم لفرقة فاطمة رشدي علشان تحترف الغنى اللي بيعتبر العشق الأول لها وبعد كده اتنقلت لفرقة بديع مصابني وفي سنة 1935 قالت نجمة أغير نشاطي الغنائي بقى وجرب التمثيل وطبعا لأن أختها سابرينا موجودة فعرفتها على المخرجين وبعدها انضمت نجمة إبراهيم لفرقة حسن البرودي وقدمت مجموعة من المصرحيات الكوميدية زي دور ريا لأول مرة في مصرحية ريا وسكينة وبعد أداء الدور دا بدأ المخرجين يحطوها في أدوار الشر ومن هنا بدأ مشوارها السينمائي اللي كان من فيلم الورشة وتوالت بعدها أعمال ومصرحيات خلتها أشهر سفاحة في السينما ورغم نجاح نجمة في السينما ما قدرتش تتخلى عن المصرح فأسست فرقة مصرحية باسمها بعد إسلامها وزواجها من الفنان عباس يونس وقدمت مصرحية السفاحة ريا سنة 1955 والإرادات بتاعت المصرحية بقت تروح لتسليح الجيش المصري بعد ما قرر عبد الناصر يجيب الأسلحة دي من روسيا المفاجأة بقى إنه حضر العرض الرئيس أنور السادات وبعد العرض طلع على خشبة المصرح يشكر الفنانين وخاصة نجمة إبراهيم إنها أبدعت في دورها ورفع إيديها وقال لها كنت هيلة يا نجمة وفي سنة 1963 تعرضت نجمة إبراهيم لفقدان نظرها لكن الغريب إنها شركت في كتير من المصرحيات وهي مش بتشوف كويس كل ده عشان بتجري على أكل عيشها ولما عرف الرئيس عبد الناصر بحلها أصدر قرار بعلاج عينها على نفقة الدولة في أسبانيا وتعمل لها الجراحة من الدكتور العالمي براكير ولما رجعت نجمة إبراهيم كانت خايفة عنيها تروح خالص قررت إنها تعتزل الفن وتفرغت للعبادة وكان اللي في بالها هي زيارتها على طول لمسجد السيدة نفيسة علشان موهبتها ودورها الوطني الدولة كرمتها ودتها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ومعاش إسسنائي اختفت عن الفن لمدة 13 سنة لحد ما ماتت سنة 1976 بعد ما وصل عدد أعمالها لأكتر من 60 فيلم وصت نجمة إبراهيم إنها تدفن هنا بمصر مش في إسرائيل على عكس أختها سابرينا وبقت نجمة إبراهيم علامة تجارية مميزة لأشهر فنانات الشر في السينما المصرية علامة تجارية مميزة علامة تجارية مميزة علامة تجارية مميزة علامة تجارية مميزة